كياتوا مساء الخير عليكم مساء النور مساء الهنة والسرور ومحبة الله والرسول وقال بيته الطيبين الطهرين وعلى آله وصحبه وسلم إيه زيك يا جماعة من إيه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب ونخش في الموضوع على طول سبق وتكلمنا عن ألام العظام والروماتيزم وألم المفاصل بالتحديد وتكلمنا عن سبع زيوت عظام يعني قادرين اللي هما يسكنوا الألام أنا النهاردة جايب لك تلت مكونات التلت مكونات دول من ضمنها عشبة العشبة دي مع المكونات التانين هيقدولك على الألم بتاع العظام والروماتيزم والمفاصل حتى لو مثلا في عندك توقف الكاحل وفي ألم جمد جدا هيقدي على الألم ده في خلال تلت دقايق وده عن تجربة شخصية أنا كان عندي هنا هوت عبارة عن مزقف الأربطة والصراحة الوصفة دي يعني صديق هندي الهالي وخدتها وجربتها والحمد لله في خلال تلت دقايق ما كانش فيه أي ألم تماما طيب المكونات معنا أول حاجة أول مكونات العشبة دي عبارة عن الروز ميري طب إحنا هنعمل الروز ميري ده إزاي؟ هنجيب الروز ميري دوت وهنحطه مع زيت الزاتون في برطبان جميل جدا وهنرفعه على حمام مريم وهنسيبه لمدة تلتين يوم بالزبط بس خلي بالك أنا مش هحطه كده ده لازم يطيحن تماما ويبقى ناعم تمام لازم يبقى يطيحن ويبقى ناعم وهحطه عرفعه على حمام مريم لمدة بالزبط عشر دقايق وبعد كده أخده بقى أحطه في البرطبان وأروح أقافل البرطبان جامل وبعيد عن الضوء بعيد عن الشمس في ظلمة لغاية لمدة تلتين يوم طيب وبعد كده هيطلع معاك زيت روز ميري طيب هنعمل إيه بقى لما نيجي الهن أو الحاجتين التانين أول حاجة هاخد المنطقة اللي أنا عندي فيها ألم وهجيب بصي هجيب زيت نعناعة وهجيب زيت القرنفل وهاخد من الزيت روز ميري بمقدار متساوي بمعنى هاخد معلقة من زيت روز ميري ومعلقة من زيت القرنفل وهاخد معلقة من زيت النعناعة وهدمجهم مع بعض هتدمجيهم مع بعض كويس جدا بعد كده حضرتك مكان الألم اللي هو زي دك هو اللي هو كان عندي اوه أنا كان عندي اللي هو الالتهاف في الراسخ اللي هو في الربط الرسخ اللي هنا هوت بدهم بي كده كده هوت بمسحة واحدة في اتجاه واحد عشان بس يكونوا ايه عارفين مسحة واحدة في اتجاه واحد مع حركة مساج زي كده اهو زي حركة مساج بسبوعين كده ده طبعا عشان ايد لو عندها وصلها تعمليه في الرقبة هيبقى حركة مساج زي كده زي كده بالزبط باربع صوابع كده اهو وهنعمل ايه زي حركة المساج كده تمام وهندهم بيهم يعني مثلا تلت مرات في اليوم تلت مرات في اليوم بصي في كل دهنة انت هتدهنيها يعني بعد تلت دقايق بالزبط كده وبالتحديد مش هتلاقي اي قلم الكلام ده هينفع لولدك ينفع لولدتك ينفع لجدك لجدتك او حتى ليك تاخد الازال كده هوت وتخليها مثلا في مكان الاسافات عندك لو حصل اي حاجة هتطلعي منها وتدهني مفيش قلم ممكن تستخدميها برضو في قلم الظهر لو اي حد عنده اي مشكلة في الظهر في قلم اسفل الظهر برضو يقدر يحط منها ما فيهاش اي مشكلة ما فيهاش اي ضرر دي عبارة عن مجموعة زيود طبيعية مسكنة مسكن قوي لالام افضل بكتير جدا من تجيبي مثلا انتبيوتك او بتجيبي مثلا اي حاجة مسكنة للالام بتخش معدتك فده طبعا بيليها اصال جانبية لكن مجموعة الزيود دي مجموعة زيود طبيعية مجموعة زيود يعني من الطبيعة هي افيت ليكي مليون في المية اتمنى ان الموضوع ده تخدوب محمل الجلب اتمنى ان الكلام ده يعني تعملوه وتخلوه عندوكو كده كإصافات أولية واشوفكم بألف خير